في ذكرى ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين استطاع أبناء الشعب اليمني أن يقفوا حجرة عطلاء أمام كل أطماع الطامعين سواء الحكم الإمامي الكهنوتي في شمال الوطن أو الاستعمار البريطاني الباغذة في جنوبه نضال أسطوري توارته الأبناء عن الأجدد بخوض بات الثورة مع الحوثيين وأحفاد الإمام الكهنوتي باتت مارب اليوم عنواناً وطنياً جسدت القيمة النضالية في وجه المشروع الكهنوتي وها هي اليوم تبتهج بالمناسبات الوطنية على مدى شهرين متواصلين لتحيي الذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر رغم التحديات والمخاطر من استهداف الإنقلابيين لهذه الاحتفالات إقليم سباء، إقليم الممالك والملوك، إقليم الحضارة والنقوش، إقليم التضحية والفداء، إقليم العزة والكرامة إقليم التجارة والبخور أيها الأخوة الثبات، الثبات يا عز الرجال وأغلاها فنصل لنا بإذن الله لأننا على حق وهم على باطل فنحن ندافع عن عقيدتنا وعن هويتنا اليمنية والعربية الأصيلة وندافع عن تاريخنا العريق وكرامتنا ومستقبل أولادنا إلى الأمام سنستمر بإذن الله تعالى حتى تحقيق النصر في هذا اليوم التاريخي بقيادة المناظل الراجح بن غالب لبوزة الذي كان في شهر ثبراير من نفس العام ومعه المرحوم قحطان محمد شعبي ضمن مجموعة تنظيمات أعدوا في صنع برنامج الكفاح المسلح وأعلان الجبهة القومية للكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن نعم كان نضال ثوري وطني شارك فيه جميع أبناء اليمن نعم نتذكر الأبطال في التعز وهم يرفضون جبهات الفدائيين في عدن باتت الأعياد الثورية تمثل رمزا وطنيا لدى المجتمع أكثر من أي وقت مضى إذ توافذت جمع المواطنين بشكل كثيف للإحتفاء بالذكرى التاسع والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجدة التي أنطلقت أول شرارتها من جبال ردفان الشماء وقد تخلل الحفل فقرات فنية وشعرية وخطابات أشهدت جميعها بنظالات أحرار الجنوب التي كان لصنعا وتعز دور كبير في انطلاق شرارتها وإسنادها بعد عام واحد على سقوط الوجه الأسود القائم من حكم الإمام الكهنوتية العنصرية البغيضة نحن اليوم في مالب نحتفل بهذا اليوم الخالد الرابع عشر من أكتوبر المجيد الذي انطلقت فيه شرارة الثورة من جبال ردفان بقيادة الموارف راجح لبوزة التي قضت على المحتل البريطاني في الجنوب وهي امتداد لثورة السادس والعشرين من سبتمبر حيث شاركوا جميع الأبطار في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأشاركوا أخوانهم في الشمال في الرابع عشر من أكتوبر إما بالدعم أو بالمشاركة حيث قضوا على المحتل اللاجنبي لا مكان لأي طاغية في وطن تولد فيه ثورة من رحم ثورة أخرى فتخرج شرارتها من كل أرجاء الوطن لتسحق كل باغ أو عميلا يحاول طمس هوية وأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين التي نتعمد خلودهن بدماء الألف من الشهداء والأحرار الذين قدموا حياتهم وأرواحهم رخيصة في سبيل حرية الوطن واستقلاله شكلت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر تحولات جدرية في حياة اليمنيين إذ استطاعوا التخلص من الجهل والظلم والاستعمار لتشرق في حياتهم حياة جديدة نحو دولة مدنية وجمهورية عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم ما رب